يسعى الصباحكم أهلا وسهلا فيكم بالتوقعات الفلكية والأبراج وإحنا عم نحكي عن الكسوف الحاصل بـ 2 أكتوبر 2021 ووصلنا عند برج القوس واللي سأل عن برج العقرب كمان إذا ظل وقت رح أرجع أشرح عنه إذن الكسوف في بيتك التاسع يا قوس وبيت العلاقات الاجتماعية وهي الفترة قد تكون ضاغطة بالفترة اللي أنت عم بتعيشها بالوقت الحالي ولكن عم نحكي من 2 الشهر شهر أكتوبر ولكن رح تشوف على المدى البعيد رح تكون جيدة وتنتهي فيها كل الضغوطات إذن العلاقات الاجتماعية رح تعاد التسمية بالنسبة لبرج القوس ما رح يكون نفس التسميات للعلاقات بحياتك وإنما رح تصير متسلسلة لذلك نشوف بعض الأصدقاء اللي أنت كنت تعتبرهم أصدقاء رح يكونوا أبعد ما يكون لإلك تعيد غربلة العلاقات الاجتماعية بكل أنواعها وتتخلص من الأشياء السلبية بحياتك بداية من هاي العلاقات وانتهاءا بالمشاريع وبالصفات السلبية الموجودة عندك إذن تعتبر فترة ضاغطة للوقت الحالي ولكن رح تشوف مدى إيجابياتها للمستقبل أما بالنسبة للجدي فالكسوف في بيتك العاشر بيت العمل والحياة المهنية والاجتماعية فبدك تنتبه برج الجدي أنت تحت الضوء بدك تهتم أكثر بعملك تتعد عن الأخطاء تنجز أعمالك بدون أخطاء حماية مصالحك وسمعتك بهاي الفترة مطلوبة منك أنت تحت الضوء يعني فيه ناس عم تستنى وزلة وغلطة منك لحتى تبدأ بسيرتك وبحياتك وتأخذ المجد أنها تتكلم عنك بما لا يرضيك إذن هاي الفترة يظهر النفاق والنميمة وبدك ما تكون كتير مهتم بهاي الأمور لدرجة أنك تعصب وتتوتر وتلسى الأمور المهمة الموجودة بحياتك فهي فترة ممتازة جدا للإنجاز والتقدم والحصول على ترقية مادية أو معنوية شرط أنك تتماشى مع معطيات هاي الفترة بشكل صح أما بالنسبة للدلو فالكسوف في بيتك التاسع بيت الأفكار ووضعك الحالي اللي أنت فيه ممكن الأمور الشخصية رح تكون بالمقدمة عند برج الدلو بحيث تبحث على كل المستويات بحياتك ووين وصلت وشو الأسباب اللي خلتك تتراجع وشو السلبيات اللي حصلت من بداية السنة هذا ممكن يعطيك شوية انزعاج لأنه تتوتر وتعصب من بعض الأمور اللي حصلت وممكن هذا يقودك للانطواء والابتعاد عن المجتمع بدك ما تكون هاي الفترة طويلة كثير هي مفيدة بفترة بسيطة جدا بيوم نص يوم عدة ساعات لحتى تفصل عن الحياة بشكل عام وتبدأ تركز بإعادة جدولة حياتك من جديد ممكن تظهر بعض المواجهات ولكن النصيحة أنه إذا كنت متوتر حاول أنه تبتعد عن أي مواجهة أو أي مراجعة مع أي شخص أنك تراجعوا بأمور حكاها أو عملها الغربة اللي رح تكون أيضا موجودة بحياتك بالعلاقات الاجتماعية ممكن لكثير من برج الدلوي يبدأ من نقطة الصفر ولكن تذكروا أنه حكينا المؤطيات عم بتشير من بداية السنة بوجود بلوتو بيعددل ورح أحكي عنها كمان للعقرب هاي النقطة أنه فترة للهدم والبناء يعني تهدم وترجع تبدأ من نقطة الصفر فاللي عم تظهر عنده معطيات بمثل هذا الشكل بده يعطي الفرصة لحاله أنه يبدأ من جديد أما الحوت فالكسوف في بيتك الثامن بيت المال وهذه المسألة بدك تنتبه لها خاصة بحالة وجود شركاء بالمال من الأقرباء وبن الزوج أو الزوجة مثل ورث مش بالضرورة مشاريع ممكن ورث ممكن شيء بده ينبع وهو مش بس لإلك في معاك ورثة في معاك شركاء بالمال إذن بدك تنتبه لها مثل هاي المسألة احذر النزاعات المالية أو الدخول بنقاشات عقيمة بما يخص المال أو إنك توصل للقانون ومتابعات قانونية عليك أنه تدرس الأمور بشكل صح إذا كان بدك تغير بنود لها علاقة بالأموال مع شريك المهنة أو مع شركاء الشركاء إذا كان زي ما حكينا قبل شوي شركاء أقارب أو الزوج أو الزوجة هاي بدك تستشير ذوي الشأن فيها ما تتخذ أي قرار بدون ما يكون فيه دراسة معمقة وإذا كنت تفكر بتغيير بنود العقد كون دبلوماسي واستخدم ذكائك بتعاملاتك المادية سواء كان مع المقربين أو غير المقربين إذا بهيك حكينا الكسوف بشهر اثنين لكل الأبراج وتأثيرات وبدي أذكر أنه هاي التأثيرات اللي رح ما ينتبه للمعطيات كل واحد في بيته وكيف حكينا والشو السلبيات اللي رح تحصل اللي ما رح يتجاوزها بشكل صح ممكن يأخذها معه وظل أشهر قادمة ممكن يأخذها للسنة القادمة معه يعني تصحيح وتصويب أمور السلبية اللي رح تحصل بهاي الفترة مش سهل أبدا تصحيحها بالرجوع لبرج العقرب وكان فيه سؤال إنه ليه برج العقرب تعبانين وما عم بيصير عندهم أمور إيجابية بدي أذكر هلأ حكيت عن بلوتو من بداية السنة حكينا إنه كثير من الأبراج اللي رح تكون بمواجهة عميقة مع بلوتو اللي هو عم بيشير لمعطيات الهدم والبناء وهذا عم بيحصل مع برج العقرب العقرب من بداية السنة عنده كان تراجع بأمور المهنة تراجع بأمور الحياة العاطفية البعض هيك والبعض هيك فهذا التراجع هي معطيات عم تظهر عم بتقودك لأنك تهدم وتبدأ من جديد يعني فيه ناس عم تنهي أعمالها لحتى تبدأ بمشروعها الخاص ولكن بتعاند ما بدها تنهي عملها لتبدأ بمشروعها الخاص ممكن ما يضبطوا الاثنين مع بعض فهذا العناد والوقوف بوجه التيار بشكل سلبي ممكن يخلي أمورك تتراجع لا تخاف من الهدم والبناء بدك تتخذ الخطوة الأولى تنهي وتبدأ سواء كان بالعلاقات الاجتماعية عم بحكي لكل الأبراج اللي عم بيشوف أنه حاله تعبان من بداية السنة وأموره بتراجع انتبه لخطواتك انتبه أنت أيش عم تعمل سنين طويلة رح يظل بلوتو في الدلو رح يأطيكم هاي المقدرة على الهدم والبناء أنك تبدي من نقطة الصفر زي ما حكينا هلأ لبرج الدلو كمان برج العقرب اللي مثلا عنده سفر ولكن بعض الأمور عم تظهر بده يتخذ فيها قرار ما بده يتخذ فيها قرار رح تظل الأمور على ما هي عليه إذن ما تعاندوا بمواضيع عم تظهر بمعطيات عم تظهر بحياتكم حاولوا أنه تنشوا مع التيار وتجربوا أنكم تبدأوا من نقطة الصفر لأنه ممكن هاي الخطوة تعطيكم انفراجات وانفتاح وأمور إيجابية عالية المستوى كمان كان عندنا لبرج الحمل عم بيسألوا مرة ثانية نعيد للكسوف الكسوف في بيتك السابع عم بيأثر على العلاقات بكل أنواعها ونشوف أكثر التأثيرات على الأبراج قليل كان فيه على الوضع المالي الغالبية كان على العلاقات الاجتماعية والحمل أيضا بدك تواجه المتغيرات بأنه تكون هاي السلبيات رح تكون واضحة بالنسبة للك فحاول أنه تستغلها بما يخدم مصلحتك تخلص من العلاقات السلبية وتعزيز العلاقات مع زملاء العمل عدم الدخول بمواجهة وتحديات مع المسؤولين في العمل أيضا كمان بما يخص العلاقات الاجتماعية أيضا تخص الزوج أو الزوجة بدك تكون صبور وما تدخل بيه تحديات ونقاشات عقيمة بدك تعطي الطرف الآخر المساحة الكافية ليعبر عن نفسه كون مستمع جيد حافظ على التوازن بهاي الفترة برج الحمل التوازن مطلوب منك أنك توازن ما بين عائلتك وبين شغلك وبين حياتك الاجتماعية وكل هاي الأمور حتى لو واجهت بعض الانقلابات عليك لأنه هاي الفترة مع الكسوف ممكن ينقلب الكثير عليك اللي كانوا من أصدقائك المقربين أو من العلاقات الاجتماعية المقربة الأقرباء ممكن بعض الأمور أعطيت رأي وما عجبهم فرح يصير عندك انقلاب عليك واجه هاي المسألة بتأنيه خاصة برج الحمل عصبي وممكن عصبيته غير مسيطر عليها ولكن هاي الفترة مهم جدا أنك تسيطر على عصبيتك وتوترك بمواجهة الآخرين بهيك انتهى وقتنا وإن شاء الله إذا حدا بكرة بدو يسمع عن الكسوف ما سمعوا بدو يسمعوا ممكن أنا عم بتابع أسئلتكم ولكن رح نحكي عن توقعات الفلكية لشهر أكتوبر بإذن الله بكرة يسأل صباحكم ترجمة نانسي قنقر